هذه المدونة الصوتية قدمت لكم من معهد أولي الهدى المعهد العالمي للعلوم الشرعية ساعدنا في نشر الهدي النبوي وإيصاله إلى ملايين الناس حول العالم من خلال دعمك الشهري لهذا المعهد ولو بمبلغ عشر دولارات شهريا اضغط تبرع على موقعنا ar.seekersguidance.org بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو اللقاء السابع في سلسلة يا باغي الخير أقبل نتحدث فيه عن أهمية ومكانة شهر رمضان والصيام فيه الصيام الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الصيام الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولئن كان الصوم مدرسة علمتنا كيف نصبر ونتقيه فإنه أيضا مدرسة تعلمنا الإخلاص لربنا سبحانه وتعالى لهذا سنتحدث اليوم عن مدرسة الإخلاص في شهر رمضان وسيكون اللقاء بعنوان لا يا قيود الأرض نقول وبالله التوفيق ما السبب الذي جعل الصيام عبادة الإخلاص ما السبب الذي جعل الصيام مدرسة تعلم الإخلاص لأن داع الرياء فيه ضعيف لأنه عبادة ترك لا فعل فالفعل يرى أما الترك فلا يرى فيصوم المرء وأقرب الناس إليه لا يعلم فالصوم لا يدخله الرياء بمجرد فعله وإنما بالإخبار عنه بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء يدخلها بمجرد فعلها فالصيام يعلم الإنسان مراقبة الله عز وجل يكون صائما في حر شديد ويمشي في الحر لحاجته ومصالحه ثم يرجع لبيته وقد أحاط به الضمأ وكأس الماء البارد أمامه أحب إليه من الدنيا وما فيها ثم يتمضمض ويتوضأ بالماء الذي يضمأ له ويجعله في فمه ولو اتلع جزءا يسيرا يطفئ به ضمأه لم اطلع عليه أحد ومع ذلك يخرجه ولا يبتلع منه شيئا لأنه يراقب الله فهو لا يحتاج لأجهزة مراقبة لأن الصيام رباه وهذبه وقد عرفوا الإخلاص فقالوا هو التعري عما دون الله ونسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق فالإخلاص خلاص لله وتجرد عن أوحال الطين فما صدق عبد في عبوديته لربه ولأحد المخلوقين عليه ربانية ففي الإخلاص خلاص من ذل العبودية للخلق إلى عز العبودية للخالق ولو نفع العمل بلا إخلاص فلماذم الله المنافقين الإخلاص أيها الإخوة هو العبودية والحرية بأكمل أوصافها وأبهى معانيها ونقصد بالحرية والعبودية عبودية القلب وحرية القلب فالصائم يطرح من قلبه أغلال الرياء وقيود الأرض ليصير قلبه عبدا لله حرا مما سواه أولئك هم المؤمنون حقا تفيض نفوس بأوصابها وتكتم عوادها ما بها وما أنصفت مهجة تشتكي جواها إلى غير أحبابها الصيام مدرسة الإخلاص وعبادة الإخلاص لأنه عبادة خفية وسر بين العبد وربه لا يطلع عليها ملك فيكتبها ولا شيطان فيفسدها ولا هوى فيميلها فما صام منافق مراء قط لأن الأعمال لا تستقيم إلا إذا استقام القلب ولا يستقيم القلب إلا بإخلاص نية لله لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الصيام أيها الإخوة مدرسة المراقبة فالصائم يراقب قلبه ويرى ربه لأن من يعمل عمل الآخرة للدنيا ليس له في الآخرة نصيب فالجنة لا تطلب إلا قلبا خالصا معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده فالدنيا والآخرة ضرتان من أحب أحدهما أضر بالأخرى ومن أضر بأحدهما أحب الأخرى فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون رمضان دورة تدريبية مكثفة في تعويض الإخلاص ففي الحديث الإلهي يدع أحدهم طعامه وشهوته من أجله من أجل الله لا من أجل الناس لا محبة لأحد ولا خشة من أحد لهذا استحق الصيام أن يكون لله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وشتان بين عمل تريد به وجه الله وعمل تريد به مدح الناس وثناءهم رحم الله بن عطاء الله السكندري عندما قال كما لا يحب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه لقد أخذت دودة القز تنسج الحرير فأقبلت العنكبوت تتشبه فقالت لك نسج ولي نسج فقالت دودة القز ولكن نسج أردية بنات الملوك ونسج كشبكة الذباب وعند مس النسيجين يبين الفرق كل عبادة قد يدخلها الرياء حتى الصلاة والصدقة حتى قراءة القرآن والجهاد في سبيل الله إلا الصيام فإنه عبادة أسها ولحمتها وسداها الإخلاص ولريح المخلصين عطرية القبول وللمراء ريح السموم فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لما مات علي بن الحسين غسلوه فجعلوا ينظرون إلى آثار سواد في ظهره فقالوا ما هذا فقيل كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيها فقراء أهل المدينة ولم يكن الفقراء يدرون من أين معاشهم فلما مات علي بن الحسين فقد الفقراء ما كانوا يؤتون به في الليل إن الله لا ينظر إلى الأجساد بل إلى القلوب فإذا اطلع الخبير البصير على ما في الضمير فلم يجد فيه غيره جعل فيه سراجا منيرا فنعمت بضاعة الآخرة الإخلاص لا يرتفع فيها إلا المخلصون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فالإخلاص انطلاق من قيد الأرض وتحقيق لمعاني العلو والسمو أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة قلت للسقر وهو في الجو عالي اهبط الأرض فالهواء جديب قال لي السقر في جناحي وعزمي وعنان السماء مرعا خصيب وأخيرا ما أحوجنا إلى الصيام بل ما أحوجنا للإخلاص بل ما أحوجنا للفرار من الرياء والصيام خير عون الإخلاص مسك مصون في مسك القلب نتعرف عليه بريحه الأعمال بدونه ميتة وقشر خال من اللباب بل هي صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها فأخلص يا أيها الإخوة يكفيكم العمل القليل فخليج صاف أنفع من بحر كدر ويا رمضان أطلق الروح من بحر الهوى لتحلق في فضاءات الحرية والعبودية ويا إخوتاه لا تكون كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه يا رب أي حياة تلذ وتطيب وأنت علينا ساخط يا رب عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد وموئل سواك فاقبلنا مولانا وتقبل منا قليل العمل اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا على استماعك إلى هذه المدونة الصوتية التي تم تقديمها إليك من معهد نور الهدى المعهد العالمي للعلوم الشرعية زورونا على الرابط ar.seekersguidance.org للوصول إلى علوم شرعية موثوقة تدرس من قبل علماء مؤهلين نحن نقدم عددا من الدورات والمدونات الصوتية والمقالات والفتاوى على نطاق واسع نود منك دعمنا في نشر العلوم الإسلامية المجانية وإيصالها إلى الملايين من الناس حول العالم من خلال التزامك الشهري معنا ابدأ من اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله فلا تنسى أن تشيع هذه المدونات لتسهم في نشر الهدي النبوي ترجمة نانسي قنقر